وصل صاحب السموة الملكية الأمير محمد بسلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس المجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بكين صباح اليوم في زيارة رسمية للصين هذا وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المطار نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في الصين السيد خي لي فونك والسفير خادم الحرمين الشريفي لدى الصين تركيا الماضي والسفير الصيني لدى المملكة لهواشين وعدد من المسؤولين